اشتركوا في القناة حيث تم الترويج لمعلومات تشكك في جودة هذا المنتج وذكرت وكالة اوروبا بريس انه تم الكشف عن رسائل تحذر من ان الثمور الجزائرية مغشوشة او انها تسبب السرطان او ثلوث نووية بسبب التجارب التي اجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية خلال الحقبة الاستعمارية واشار المصدر نفسه ان هذه الحملة جاءت ايضا قبل اسابيع قليل من بداية شهر رمضان الذي يزداد فيه استهلاك الطمورة كما يتزمن ذلك مع ازمة نائية قطعت بسببها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ غشت 2021 واضافت وكالة الانباء الاسبانية وينضاف الى كل ذلك انتقاد الجزائر لتغيير موقف اسبانيا ودعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية كحل للنزاع حول الصحراء المغربية على حساب جبهة البوليساريو حليف الجزائر وكانت مواقع جزائرية قد تحدثت عن حملة جديدة لمقاطعة الطمر الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حملة ابريل 2021 الماضية واشار الى ان المبادرين لهذه الحملة يزعمون ان الطمور الجزائرية زرعت في اراضي خضاعة للاشعاع النووية بعد التجارب الفرنسية في الصحراء الجزائرية بينما يزعم اخروننا الطمور الجزائرية مغشوشا نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء